أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطهم مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمان بالغيب فبشره بمغبرة وأجر كريم إنا نهن 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 المغتا ولكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا صحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذفوهما فعسسناه مثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا وقائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيحة واهدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون بأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتى أأييناها وأخرجنا منها عبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثغره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل لسلخ منه النهار فإذا هم مذلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حملنا ضريتهم بالفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم يوقفون إلا رحمة منا ومتاع الإلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأديهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا علىها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصفون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ونصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تذلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلامه قولا من رب الرحيم وانتازر يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم وعدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أقوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا السفراطا فأنا يبسرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننمسه في الخلق أفلا يأقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويئق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أدعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مذلا ونسي خلقا قال من يحيي الإظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بذنهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم شكرا لكم شكرا لكم